افتطحت أعمال دورة 14 للخلوة رفيعة المستوى للمبعوثين والممثلين الخاصين في إفريقيا حول تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة والتي تصدفها القاهرة على مدار يومين بالتعاون بين وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومركز القهرة الدولية لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام وفي كلمة له أوضح السفير حمدي سندلوزا نائب وزير الخارجية لشؤون الإفريقية أن مصر كانت صاحبة مبادرة تتشين هذه القلوة عام 2010 مؤكدا حرص مصر الدائم على دعم جهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في إفريقيا منوها بالحاجة لإعادة سياغة مقاربة قرية من منظور شامل ومتكامل يعلج جذور النزاعات من جانبه أعرب الرئيس ومفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه عن تخوفه من أن تؤدي السرعات إلى إضاءة مكتسبات السلام والتنمية مشددا على الحاجة لوضع حلول جذرية لمشكلات القارة وتفعيل مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية